يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رأينا في التلفاز عددًا كبيرًا من المحللين والإعلاميين وهم يلومون كثيرًا من الرجال المعددين ويقولون إن هؤلاء الخوارج آباؤهم من المتشددين المعددين فغفلوا عن أبنائهم فظل الأبناء وأصبحوا أعداءً للدين والوطن فما قولكم في الربط بين الخوارج والتعدد هذا من الظلم والقول على الله بغير علم والتهكم بأحكام الله عز وجل هذا لا يجوز الكلام هذا ونقلف لكم أن وسائل الإعلام في الغالب أنها تمشي على مخططات الكفار وتأخذ بأفكار الكفار وتريد أن ترضي الكفار وأن تلوم الإسلام والمسلمين هذا من الظلم والعدوان ومن اتهام الله جل وعلا في أحكامه وتشريعه لا يجوز الكلام هذا ويكون هذا ردة عن دين الإسلام لمن تكلم بهذا الكلام وقال أن تعدد الزوجات أنه مذهب الخوارج وأنه يسبب في الأولاد أنهم يعتنقون مذهب الخوارج هذا كلام باطل وإذا تعمده الواحد يكون مرتدًا عن دين الله ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم والعياذ بالله نعم